قلت إلي رزق رئيس هيئة تنمية العلاقات اللبنانية الخليجية تسجيل صوتي رحنا نسمعه أنا وياك عن زيارة عمان خصوص إلي يعني عمل جهد للمساعدة كينب عمان عمل جهد لتنظيم هاي زيارة حييه لأستاذ إلي رزق لأنه هو كان دينامو الاجتماعات ويعني التخطيط لها الزيارة ولتنفيذها بطريقة كانت يعني سلسة وسهلة ويعني أكيد عمل عن شغل جبار كتير لحتى قدرنا بظرف يعني ثلاثة أيام نشوف هالعدد الكبير من الوزراء ومن المسؤولين بسلطنة عمان معك الحال نسمع أنا وياك نسمع إلي رزق شو قال عن زيارة حالة معك سيزة الفونس تحية لألك ولضيوفك مما لا شك فيه كانت زيارة رئيس الهيات الاقتصادية مع الوزير محمد شقير على رأس وفد فعلا نوعية دوم نوعية مهمة من رجال أعمال لبنانيين وخاصة بكتاع الصناعة والفرانشايز والخدمات السياحية تأتي بأهميتها أنه لقيت ترحيب حار من قبل الجانب العماني كياد وشعب وكل المسؤولين اللي نعقدت معهم اجتماعات إن كانوا وزراء معنيين ولا مدراء عمون بالسلطنة يقبضوا ترحيب تام بإستقبال رجال أعمال والاستثمارات اللبنانية وقدموا لهم حوافز تشجيعي بهذه الفترة العصيبة اللي عم تمرأ فيها الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان إلى أهمية أنه بإعادة الانتشار أو توصيع رقعة الانتاجية اللبنانية إلى دول الجوار نحن طبعا ما عم ندعو هون إلى هجرة لرؤوس الأموال اللبنانية لصماح الله ولكن هناك ضرورة قصوى على كل الكتاع الخاص مسؤولي أن يبحث عن أسوأ لإعادة التموضوع وتوصيع رقعة الانتشار ليتمكن من الصمود في وجه كل التحديات المعاشية والاقتصادية اللي عم بيمر فيها لبنان واليوم المجالات متنوعة ومفتوحة أمام رجال الأعمال اللبنانية لأنهم أولا هنه مش بحاجة للحصول على تأشيرة زيارة لزيارة السلطنة اللبناني بإمكانه أنه يدخل السلطنة بالحصول على تأشيرة على المطار وهي دي شغل كتير مهمة بتساعد كتير برجال أعمال اللبنانية على تسهيل زيارتهم إلى السلطنة تانيا هناك إمكانية الحصول على ترخيص استثمار أجنبي حيث بإمكان اللبناني أن يتملك 100% والاتفائيات العقدتها غرفة بيروت بلئاسة وزير محمد شئير مع غرفة عمان تنص على أن يكون هناك غرفة تحكيم ووساطة مشترك بين الانترافين وهذه طبعا بتريح كتير رجال أعمال لبنانية ورجال أعمال سلطنية رجال أعمال البلدين واليوم الحوافز الترجعية للاستثمار ما نهيني إن كان بالعروض المغرية بأسعار الأراضي بالمدن الصناعية أو المدن الحرة اللي عمت أرضها السلطنة على وفد رجال أعمال لبنانيين وإن كان بالإعفاء الضرائب على مدى خمس سنين وإن كان بالتعاون مع السلطات المعنية بخصوص اعتماد خطة لتعمين الوظائف تدريجية على مدى سنوات بالتعاون الوثيق مع الوزرات المعنية وهيك بيكون اللبناني عم بيقدر هو يأمن بقعة آمنة وفيها استقرار سياسي وأمني ونقدي ومالي ليتمكن من الاستمرار بعملياته الانتاجية وخاصة إعادة التصدير من سلطنة عمان إلى أراضي المملكة العربية السعودية يعني هناك بختام الزيارة توافق بين معين الوزير محمد شعير والوزراء المعنيين والمسؤولين اللي التقاهم على أن تقوم في غرفة بيروت وجبل لبنان بتحضير ورقة بالمطالب اللي بيحب يطالب فيها الجانب اللبناني من السلطات العمانية المعنية لحتى يتم اطلاع على تلك المطالب وإن شاء الله أنه بيتم تحقيقه لتسهيل مهمة عملية إنشاء مصانع أو الكيام بمجالات الاستثمار بكطاع السياحة كطاع الفرانشايز كطاع الأي تي كمان التكنولوجيا المعلوماتية كطاع كثير مهم وواعد واللبناني بيدروا يلعبوا فيه دور جدا هام ونحن موغولين أن يكون هناك زيارة أخرى ببداية العام القادم بالعشرين اتنان وعشرين بيكون المطالب تم التطالع عليها من الجانب العماني وأنا كرئيس هيئة تنمية علاقات لبنانية خارجية من ضمن مسؤولياتي متابعة تلك المطالب ومتابعة التواصل مع المسؤولين والمعنيين لنأمن أهم مصالح اللبنانيين اللي هني عم بيبحثوا على أسواق أخرى لا تقطع هذه الأزمة اللي عم تمرو فيها البلاد وأنا بشكرك على إتيحة فرصة لأنها وعلى هالمواكب الإعلامي اللي كانت لها الوافد في سلطة من عمان واللي قلقت الضوء بظل هذه العتمة اللي عم نمشي فيها بلبنان عطيت بصيص أمل وشعلة أمل وعملت تغرى بهذا الجدار القاتل من الجمود اللي عم بيصير ببلدنا الحبيب لبنان والله يعطيك ألف عفية تابع حواري مع نائب رئيس غرفة بيلوز القوة جبل لبنان دكتور نميل فهد أكيد الموضوع زيارة سلطة من عمان كل الأبعادة يمثل